الكيد كوين علي بابا من الشركات المميزة جدا في النماذج اللغوية وكنا كلمنا في اخر فيديو على القناة عن كوين 2.5 ماكس واختبرناه وشوفنا قد ايه هو جيد النهاردة هنتكلم عن كل من QWQ ماكس بريفيو هو ريزونينج ماضل له قدرة على التفكير قبل ما يديك الاجابة وايضا هنتكلم عن النموذج الجديد واللي ده تم الاعلان عنه يمكن من ساعات وهذا النموذج هو QWQ32B يلا بينا نشوف النماذج الجديدة من كوين علي بابا ونشوف وصلنا لحد فين تحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة انفوتك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنتكلم عن احدث اصدارات شركة كوين علي بابا لو دخلنا على وجهة كوين نحطه لك في الرابط اسفل الفيديو هتلاقي في عدة نماذج موجودة في كوين كان اخر نموذج يكلمنا عنه كان QWQ2.5 ماكس وشوفنا قدراته والقد ايه هو مميز بالنسبة للنماذج الاخرى الجيدة ايضا هو نموذج QWQ2.5 بلس ايضا من النماذج اللي بتتعامل مع الـ Complex Tasks الـ Tasks المعقدة عندك ايضا في الـ QW2.5 VL او الـ Visual Language Model اللي بتعامل مع الصور او الـ Visuals وهو Smart Large Vision بتعامل بشكل جيد جدا مع الصور وايضا في نموذج اللي قلتلكم تم الاعلان عنه من ساعات وهو الـ QWQ32B والله له قدرة على الـ Thinking والReasoning دي بالنسبة للموديلز الحاليا موجودة اول حاجة هنختبره مع بعض وهو الـ Thinking Model باستخدام QW2.5 ماكس وهنا هفعل الـ Thinking QWQ وهختار الـ QW2.5 ماكس علشان نختبر الـ Thinking Model من خلال كوين وجهة كوينشات فيها ادوات كتيرة منها الـ Web Search وايضا فيه الـ Artifacts مفروض ان تنفيذ الكود بتقدر انت تشوفه من خلاله ساعات بيشتغل وساعات مش بيشتغل فيه الجزء المتعلق بالـ Image Generation توليد الـ Image وايضا توليد الفيديو وانا بصراحة اختبرت الصور والفيديو كانوا جايدين جدا في الانتاج وهنا ايضا تقدر ترفع ملف هنا بالنسبة للـ Thinking QWQ اللي تم تفعيله واختبار النموذج الجديد من خلاله حتي دلوقتي اسأل السؤال بتاعي الاول اللي هو Count the number of L اللي في هذه الكلمة هنا الـ L4 هنشوف كده حيعدهم دي انه هو يفكر زي ما احنا شايفين يعمل Breakdown بالسؤال الـ Answer is 4 النتيجة صحيحة تعال نشوف سؤال تاني احمد ايز ابوي عنده 3 sisters 3 اخوات كل اخت عندها 2 brothers احمد عنده كام اخ وكام اخت من المفترض انه هو بيتعامل بشكل جيد جدا مع الكود ومع الرياضيات وحتى مع الاسئلة العامة من المفترض انه هو بيتعامل بشكل جيد جدا هنا قال لي ان احمد عنده 3 sisters 1 brother اجابة صحيحة نشوف سؤال تاني قال لي اللي دايما بحب اسأله هو متعلق بالكودينج Create a front end for a taking note app and i can add a colorful sticky note وهنا هبتدي هفعل الartifact وابتدي ادوس enter انتهى من كتابة الكود وزي ما احنا جايفين في الartifacts بيتم تنفيذ الكود وهنا بالضبط عملي اللي انا طلبته اللي sticky notes تقدر تختار اللون اللي انت عايزه مثلا say اللون ده او اللون ده او اللون ده انا اختار اللون الاصفر هنا مثلا هقول reminder 1 add note اختار اللون اللي بعده reminder 2 add note وهنا كمان لو انت دست X هتقدر ان انت تعمل delete للsticky note اللي انت عايز تعمل لها delete ده بالنسبة لتنفيذه تنفيذه جيد اشتغل في الartifacts زي ما احنا شايفين نفذه وحنشوف مع بعض سؤالتين create a 3D white circle that moves هخليه هنا red circles red that moves and loops in 3D dark space by using HTML, CSS and JavaScript وهنا ايضا هبتدي ان انا افعل الartifacts ودوس enter زي ما انتوا شايفين هنا ما تمش تنفيذ الكود دي المشكلة اللي ساعات بتواجهني في الartifacts حبيت ان انا ورها لكم كمان بشكل عملي هنا هبتدي ان انا اخد الكود كوبي وهروح لي الهتش تيميل اونلاين فيوور علشان انفذه واشوف النتيجة نتيجة حلوة جدا زي ما احنا شايفين دعالوا نشوفوا بقى قدرته في التعامل مع الملفات حروحة من نيوشات وحبتدي ارفع الملف بتاعي ادي الملف هطلب منه ان هو يلخص لي summarize this file وحدوس enter انتهى انا ممكن اقوله create a visualize dashboard based on the previous summarization بناء على التلخيص السابق اعمل لي dashboard visualize dashboard وهنا هبتدي ادوس enter خد وقت كبير شوية ولكن تم انتاج ال dashboard زي ما احنا شايفين تم التنفيذ لداش بورد زي ما احنا شايفين خد وقت شوية ولكن كانت نتيجة جيدة هنا حطي لي بالنسبة لي ال ai او ال top ai applications ال key industry trends جيد التنفيذ تعال ان بص على سؤال تاني السؤال اللي انا بحب دايما اسأله لنماذج الذكاء الاصطناعي افترت ان انت في game show وعطاك الاختيار ان انت تختار باب من ثلاث قواب في باب وراه دهب وال two doors التانيين او البابين التانيين وراهم طعام فاسد انت اخترت you pick a door one اخترت دور رقم واحد والهوست asks you do you want to pick door number two in state تحب ان انت تبدل ما بينهم هل في ميزة في العملية دي ولا لا هنا حبتدي ادوس enter وهشوفو هيجاوب ازاي على هذا السؤال انتهى من اجابة السؤال خد وقت كبير جدا 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 بصراحة يعني وقت طويل عشان يديني الاجابة انا شايف it's not to your advantage to switch دي مش advantage يعني عادي جدا جدا فيش اي فرق يعني يعني حتة ان هو يقولك طب اختار الباب ده بدل الباب ده لا ما فيش اي advantage في هذه الجزئية وانا شايف الاجابة بتاعته اجابة واقعية ولكن خد وقت طويل جدا في الاجابة اروح عامل new chat هنا هدلس وقال حشوف قدرته على التعامل مع تفاصيل كتيرة لما يجي يعمل لي one page website وهنا هبتدي افعل artifact ودوس enter هنا اقام بعملية التنفيذ مش حسها حلوة قوي بصراحة يعني مش جيدة يعني اقامش شايفة ان عملية التنفيذ جيدة بالرغم ان هو اخد وقت في تنفيذ الكود ولكن انا شايفة في الحاجات المعقدة شوية ممكن يكون انا شايفة ان هو في الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير ممكن تكون النتيجة مش حلوة قوي لسه طب تعالوا نختبر بقى في الجزء التاني انا شايفة في التفاصيل اللي فيها كود مش جيد قوي بصراحة اشانا اكون معكم واقعية ممكن اخدوا copy واروح هنا على ال html viewer ادي التنفيذ زي ما انتم شايفين مش جيد بصراحة مش ده اللي كنت متوقعة يعني حنبتدي احنا ننتقل بعد كده للجزء التاني من الفيديو وهو اختبار النموذج الجديد qwq32b وهو مناسب للthinking والresoning والجميل ان هذا النموذج تقدر ان انت تحمله locally تشتغل به على الجهاز داخل lm studio ودخلت على lm studio واحتعملت search هتلاقيه موجود تقدر ان انت تحمله وتستخدمه locally وحنستخدمه من خلال ال coin chat زي ما احنا شايفين دلوقتي موجود في النمازج وهنا ومن المفترض ان ال qwq32b تم تطويره باستخدام تقنيات التعلم المعزز اللي قايم عليها نموذج deep seek r1 والمفترض ان اداءه برغم ان هو 32b الا ان اداءه مقارب لنموذج deep seek r1 اللي بيحتوي على 671 بليون فرامترز يعني مش ال distal مش النموذج المصغر وايضا لان هم اتضرب على تقنيات التعلم المعزز ده عزز قدراته في مجال طبعا الكودنج وفي مجال الرياضيات وحل المشاكل العامة بشكل كبير وحقق اداء متميز تعالوا نجرب مع بعض دلوقتي واول سؤال tell me three names of countries بتنتهي bnd وهنا على طول حتلاقي thinking اتفاعل بمجرد ما حتروح على qwq32b وحبتدي ادوس على ال enter هنا اعطوني الاجابة three countries Iceland وفرلند وآيرلند والتلاتة بينتهوا بإن دي الملحوظة اللاحصتها هنا ان هو بياخد وقت طويل جدا في عملية thinking الوقت طويل يعني ازيادة عن اللزوم بصراحة مقارنة بال deep seek r1 ومقارنة طبعا بo1 فهنا الوقت طويل جدا علشان يديني اجابة تعالوا نشوف حاجة تانية هنا هطلب منه ان هو يدي develop web app يديني capital of any country يعني العاصمة بتاعت اي دولة when i enter the name of country وهنا هفعل الartifact طبعا thinking متفعل هعمل send هو بس انا بعيبة عليه في الجزء المتعلق بطول مدة thinking المدة الخاصة بيه التفكير طويلة جدا انتهى من عملية التنفيذ اعطاني واجهة بسيطة جدا enter country name مثلا Egypt get capital فين ال capital مرة تانية برضو ما بيدينيش هنا في حاجة غلط يعني في حاجة غلط في تنفيذ الكود هنا ممكن ناخد الكود هنا هاخد الكود وهنفزه على html online viewer نفس الواجهة يبقى هنا الartifact ما كانش شغال يعني الartifact لما جيتها دخلوا اسم البلد ما اعطانيش العاصمة ما كانش شغال هنا شغال اهو زي ما احنا شايفين تمام بس الواجهة بسيطة جدا يعني فاش اي حاجة هنا الartifact ساعات ما بيشتغلش ما تعتمدش قوي على الartifact تعال نشوف حاجة تانية هعمل new chat اكد بس ان انت واقف على الqwq32b شوف حاجة اخرى وهقول له create a playful piano keyboard using html css هنا التنفيذ مش حلو تجربة اخرى عشان الوقت لانه بياخد وقت كبير جدا في التفكير create a 3d recircle that moves and loops in three dark space نفذها زي ما احنا شايفين خد وقت ايضا طويل في التنفيذ ان شاء الله في فيديو اخر نحاول نعمل مقارنة ما بينه ما بين deep seek r1 هنبتدي ان احنا نختبره في الكتابة هنا انا طلبتم بانه هو يكتب لي assignment عن الرول او الدور بتاع الاداء الزكاء الاصطناعي في health care وطلبت منه شوية instructions يديني title instructions بتاعة الخاصة بالintroduction 250 و300 كلمة c مثلا لو احنا حنقسمه ال mean body هيتكلم في e وكل جزئية كم كلمة حبيت ان انا اكون معاي هنا دقيقة شوية في نوعية assignment اللي انا عايز احصل عليه عشان اشوفه هل حينفذني الكلام ده ولا لأ وحبتدي ان انا ادوس enter هنا بالنسبة للكتابة اعطاني ال introduction ال mean body ال conclusion وال references وبالنسبة لي ال word count 1850 بالنسبة لكل عدد الكلمات وال formatting times new roman ده font size 12 ده font type و double spaced وانت هنا عشان تختبر عدد الكلمات مثلا اللي انت طلبتها c مثلا introduction هنا من 250 ل300 كلمة بتروح على ال word علشان تختبر الموضوع ده انا هاخد الجزء المتعلق بالintroduction وروح ال word ووريك هل هو نفذ ولا لأ زي ما انتو شايفين number of words 163 زي ما ظهر قدامك دلوقتي على الشاشة وبالتالي هو مع طنيش اللي انا طلبت منه انا طلبت منه انه هو يديني ال introduction من 250 ل300 كلمة فهو اعطيها لي 160 كلمة فهنا الموضوع مش مظبوط طبعا ايسا على ده بقى الباقي ان انت هتعمل الكلام ده عشان تختبره وان انت هتروح تشوف مثلا applications of AI in health care من 500-600 هل هو فعلا عمل الكلام ده ولا لا ما اعتقد شي زي ما انتو شايفين قدامكو ايضا دلوقتي applications of AI in health care 290 كلمة وانا كنت طلبت منه ايضا عدد كلمات محددة بالنسبة لجزء بتاع ال AI applications انه هو يديني ما بين 500 ل600 كلمة هنا هو مش بينفز الموضوع ده معارش هل هو ما فهمهوش ولا ما نفزوش يعني دي حاجة انا مش قادرة ان انا اقف عليها انا شايف بالنسبة لQWQ 32B بالنسبة لحجمه الصغير حيكون كويس خصوصا لو انت نزلته عندك على الجهاز برضو عايز جهاز مصفاته كويسة لان ده 32B ولكن ما نقدرش ان احنا نقارنه بال671 بديبسيك لازم تكون المقارنة هنا عادلة انا طبعا ما اقدرش لسه برضو احكم قوي ان شاء الله باذن الله نعمل مقارنة عادلة ما بين الاتنين عشان نشوف فعلا هل اداء مقارنة ديبسيك اروان ولا انا بس كنت بعمل لك كده تيستنج لهذا النموذج اللي تم الاعلان عنه منذ ساعات وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة على قناة انفو تكفريو اشوفكم فيديو قادم باذن الله تعالى وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو منساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء تنساش لايك وشيروا كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة